موسيقى مشاهدين اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة بعنوان الجديد في زراعة الأسنان كتير مننا بيشوفوا ان الأسنان شيء تجميلي وهو بالفعل شيء تجميلي لابتسامة الحلوة والأسنان المنصقة والمنظمة والمرتبة بشكل جيد طبعا بيدي شكل جميل للإنسان لكن أيضا الوظيفة مهمة ومطلوبة ممكن يفقد بعض الأسنان نتيجة حادث أو تصادم أو ما إلى ذلك لكن نقدر نستعوده بزراعة الأسنان الجديدة طب الحديث في هذا الموضوع وهذا المجال هيكون هو حوارنا في حلقتنا النهاردة بشرفنا ضفنا دكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان وماجستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان وأيضا حاصل على دبلوم زراعة الأسنان من كلية طب الأسنان لوس أنجلس بأمريكا وأيضا زميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا خليكم معنا فاصل قصير ونرجع نبدأ حوارنا مع دكتور وجدي عن هذا الموضوع الأستاذ الدكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان دبلوم الدراسات العليا في جراحة وأمراض الفم دبلوم الدراسات العليا في الاستعادة الصناعية للأسنان حاصل على دبلوم تقويم الأسنان بألمانيا زميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا دبلوم زراعة الأسنان من كلية طب الأسنان لوس أنجلس أمريكا زمالة الجمعية المصرية لزراعة الأسنان زمالة الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان زمالة الجمعية المصرية لجراحة الفم والوجه والفكين دورات تدريبية في زراعة الأسنان من ألمانيا وأمريكا واستراليا ودورات تدريبية في تجميل الوجه عنوين العيادات 101 شارع خلوصي شبرة 13 شارع البرازيل أمام سفارة الجزائر الزمالك تليفونات العيادات 012 28 23 9000 أو 012 28 24 9000 أو 0122 21 74 159 مركز عيدينت للأسنان دكتور وجدي عبد المسيح استشار جراحة وجوه فاكين وزراعة أسنان وترابيات سبتة وتركبات متحركة وجراحات دروس عقلة مدفونة بنراحها بيكوا في أي وقت بخلال معاد مصبت مركز عيدينت للأسنان المركز متخصص في جراحة وتجميل الأسنان وبالأخص في زراعات الأسنان زراعات الأسنان اللي هي العلم الجديد اللي بيعود الإنسان سنانه بدل ما يركب قطء متحركة يركب سنان سبتة هي فكرتها ببساطة إن إحنا بنحط بصمار معين أو إمبلنت أو زرعاية جوه العظمي بنسنع عليها ثلاثة شهر لستة شهر عشان تلتحم وده شكلها بيبقى زي ما هو واضح معايا في الموديل ده المريد اللي كان معنا نهاردة وعملنا له عملية زرع لفك علوي كامل حطنا له ثمان زرعات البدايات كانت إحنا فتحنا لسه بعد كده بدأنا نخرم علشان نحط الزرعات اللي حطنا له في الفك العلوي تقريبا ثمان زرعات كانت العملية جميلة وسالسة والمريد كان متعاون جدا 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 والعملية طلعة فيه منتهى الجمال اللي ما خدناش أكتر من ساعة بالكتير قوي من أول ما بتدينا هي ساعة إنما التحضير والتأفيل بياخدله بتاع نصف ساعة زراعة الأسنان مش شرط إن إحنا نستعيد عن السنان بالكامل يعني لازم أخلع سناني كلها لأ ده أنا ممكن أعمل زراعة لدرس أو درسين أو تلاتة وممكن تلات دروس أحط لهم زرعتين وأركب التلات دروس مش لازم كل زرعاية كل سنة بالزرعاية بتاعتها بنعمل لهم برجال ده بالنسبة لزراعة الأسنان عندنا في المركز كمان بنعمل حاجة اسمها تجميل الأسنان تجميل الأسنان بيشمل حاجات كتيرة قوي تبدأ بالطبيط بعد كده بالتقويم بنعمل حاجة اسمها العدسات اللاسقة للأسنان دي عبارة في منطقة الزمالك عندنا فرع في شوبرا وعندنا فرع في الزمالك وفرع الزمالك ده هو مركز الأكبر اللي بنعمل اللي هو فيه العيادات المجهزة والحجرات بتاعت الجراحات ومنها جراحات الأسنان مشاهدين أعلن بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك والحقيقة دايماً بنتشرف أو دايماً لما يكون عنونا عن الأسنان والابتسامة الحلوة بتكون مواضيع كلها مليئة بالبهجة والسعادة والابتسامة الجميلة نهاردة نتكلم على زراعة الأسنان حتى تقنية أكثر منها تجميلية لأنه برضو بتأثر فيه فايدة الأسنان أو الوظيفة الحقيقية للأسنان طعن الطعام استفادة الحقيقية من كل أكلها بين أكلها والتغذية السليمة وما إلى ذلك وأيضاً طبعاً بتؤثر على الشكل العام في نهاية المطاف خليني أرحب بضيفي لمشرفنا النهاردة معنا ومع حضراتكم دكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان ماجستير جراحة الفم والواجه الفكين وزراعة الأسنان وحاصع ديبلوما زراعة الأسنان من كلية طب الأسنان لوس أنجلس بأمريكا وأيضاً زميل جامعية الزراعة الأسنان بكاليفورنيا أنا بحاجة مشرفنا يا دكتور وجدي جداً النهاردة والحقيقة دايماً بنكلم عن الأسنان زي ما قلنا كده في مقدمة شيء مبهج شيء في ابتسامة كده ودايماً بيدي الجمال لوجه الإنسان بشكل عام أيضاً بشوف كمان ناس كتير اللي بيفقدوا أسنانهم نتيجة خبطة نتيجة صدمة نتيجة حدثة ما إلى ذلك بيبعندهم مشكلة كبيرة بالذات طبعاً بتكون في الأسنان الأمامية اللي بتكون متحكمة في الشكل أو بتدي الفرق في الشكل أو ممكن حتى في الأسنان الداخلية اللي بتدي الفايدة أو الوظيفة من الأسنان وفي الحالتين الموضوع مهم جداً يا دكتور وجدي خليني أتكلم مع حواك أو عن حنوان حلقتنا النهاردة وعن زراعة الأسنان إيه هو زراعة الأسنان؟ زراعة الأسنان هي وسيلة حديثة لتركيب الأسنان الصناعية السبتة بمعنى أن أنت محتاج تركب سنان بس السنان دي لازم تدي لك وظيفة 100% وسقة 100% وظيفة جمالية ووظيفة تقدر تاكل بيها كويس وتمضغ أكلك كويس وتستفيد بالأكل اللي أنت بتاكل تدي الفايدة الطبيعية للسنة اللي حالة مكانها زراعة الأسنان هو الأساس الموضوع ده تركيبات أسنان عن طريق عملية جراحية بسيطة جداً جداً وذلك لتثبيت الأسنان إحنا قبل كده كانت موضوع تركيبات الأسنان بينحاصر في حاجتين بس تركيبات الأسنان المتحركة وتركيبات الأسنان المشبتة تركيبات الأسنان المتحركة دي كانت عبارة عن طقم جزئي بنعتمد على تثبيته في الفم يا إما بطريقة الشفط شفط اللعاب معلسة وده في الأطقم الكاملة وفي الأطقم الجزئية كنا بنعتمد على المشابك اللي احنا بنقول عليها الأسلاك اللي بنستخدم الأسنان اللي موجودة علشان نثبت فيها الطقم الجزئي والطريقة اللي كانت أفضل وكانت بتريح الناس كلها اللي هي المثبتة ايه هي المثبتة؟ اللي هي كباري السبت إن أنا كنت بعمل كباري سبتة على أسنان موجودة فلو أنا ما عنديش أسنان باستخدم تركيبات متحركة عندي أسنان باستخدم السنان في تثبيت هذه الأسنان ودي الكباري ودي طبعا علشان نعملها كنا بنضطر إن احنا نبرض السنان الموجودة ونعمل عليها الكباري السبتة ودي عملت لنا مشاكل كتيرة اللي هي التركيبات المثبتة دي إن هي لو ما تعملتش صح بتعمل مشاكل للمريض إن هو بيفقد كل الأسنان بعد كده بمعنى إن الأكل لو الكبري السنان دو مش مغطي كل السنان أو مش مقفل كويس عن لسه بيحشر أكل بيعمل ريحة بيسويس لي السنان بفقد السنان اللي موجودة دي فجيء الفكر الإنساني أو الفكر العلمي إزاي أثبت من غير ما استخدم هزي السنان فدورنا على إيه اللي ممكن نثبت فيه في المنطقة بتاعت الفهم دي كلها لقينا العظم فاستخدمنا العظم في تثبيت الأسنان بس ده اشترط وجود مواد معينة خاصة تلتحم بالعظم التحام كل وجوزئي علشان تبقى السنان سبت عشان كده جات تفرط أو تاريخ زراعة الأسنان حينما اكتشفوا معدن أو عنصر التيتانيوم وده اكتشف هو كان بيستخدم في الجسم معموما كانوا بيستخدموه بتوع جراحة العظام صحيح عملوا بيه الشرايح الرؤياء قوي التيتانيوم فيه ميزة انه هو ممكن تاخد منه قوة وصلادة في سمك رؤية فايع جدا وبالتالي يقدر يتحمل ما يتكسرش فدي يعني ديرنا نستخدم خواص هذا المعدن في موضوع الزراع جات منين دي حكاية لطيفة هقولها لك هقول نقولها للناس ان كان فيه حد عمل جراحة فك وعمل شريحة للفك في المنطقة دي فده بتثبت بمسامير والشريحة تيتانيوم والمسامير تيتانيوم فالمفروض بعد شهر ونص شهرين بفك الشريحة جينا بفك الشريحة معرفناش العالم او الجراح ما فكه يعني معرفش فك المسامير المسامير التحمت تماما بالعظم وعلشان اللي كان ده طبعا دكتور سينان ومعجر راح فكان فيه دكتور سينان نابه جدا وعبقري قالك طب ما اخد الفكرة دي اعمل بيها جدر صناعي بطريقة معينة واعمل الزراعية دي دم التلاحم تم بهذا الشكل درس العنصر كويس وخد الشكل قالك اخد شكل الجدر قعد مع مهندس عملوا تصميم معين وابتدوا يعملوا اول زراعية وطبعا جربوها على حيوانات التجارب نجحوا طبعا نجح جدا جدا بعد كده بدأوا يجربوها على الانسان بس هو يعني مع تحمل مسئولات اللي هتتعملوا العملية دي فطبعا نجحت جدا 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 وده اشهر واحد في العالم معروف اسمه برانا مارك وده دكتور سويدي امريكي دي فكرة زراعة الاسنان ووجات منين ان انا بستخدم جدر صناعي بحطه في العظم يلتحم بالعظم هذا الجدر ليه جزء مكمل بيتربط بمصمار تاني في بعضه بعد كده بعمل على التربوش العادي من غير مبرد الدرس ده او ابرد الدرس ده مش هو ده كان الهدف اساسا عشان نعمل زراعة الاسنان فيه يعني حاجات بنقول عليها حاجات اولية هي اللي انا متطلب فيها زراعة الاسنان اللي هو الناس اللي ما عندهمش سنان خالص فيه صورة يمكن يا دكتر مبينة حد برضو ما عندهش سنان بشكل كبير الحالة ديت المفروض انه هيخلع كمان الدروس اللي موجودة ديت اللي فوق احنا زرعنا فوق وتحت او دي تحت هما زروع محطوط حوالي تمن زرعات تحت اه ده اللي هو الجزء الجدري اللي هيتحط جوه جوه العضم هي دي الحالات الاساسية اللي احنا بنعمل عليها دي هو جزء المخفي ايوة لا مفيش سنان عن الوسيلة اللي عندي اللي انا هزرع فيها ها العضم مفيش سنان يعني احاول اعمل تركيبات سنان وهو ده اللي محتاج الراجل بتاع الطقم الكامل اللي كل شوية يقع منه ويتكسر وبعدين اللي لسه بتتاكل طقم الكامل مع كتر الاستخدام العضم بيدوب طقم بيوسع عايز دي هو لأ تنظيف ومشكلة بتاقيه يا دكتور واجد وبعدين ما تتخيلش يعني كمية العذاب التقرحات ولو ضغط مش عارف على حاجة زيادة عورت له ايه لأ عذاب طقم الكلي احنا حاليا دلوقتي بيقول عليه في التصنيف انهيومان ستيوشن يعني حاجة غير ادمية وده برضو ايضا تي المرحلة التانية من الزراعة الجزء اللي قلتلك عليه اللي هو حطينا الجزء في جزء تحت في العرن وده جزء اللي فوق ده اللي هيتاخد عليه المقاس كويس وهيتحط عليه السنان الصناعي وده ثبت له هنشيل وانا هنحط ده بتدينا ثقة بتدينا فانكشن عليها جدا ووظيفة عليها جدا في الاكل طبعا ما فيش حاجة اسمها يحس اللي بضغط ولا وجع ولا الكلام ده كله طبيعية جدا 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 قوة ما لاش حال وهذه حالة هي بعد ما خلصت هذه الحالة بعد ما خلصت بعد التركيب اللي هو الجزء الخارجي الكبرى الخارجي ده باختصار شديد عن الزرع وفايدته وازاي واذا ايه احنا منستفيد ومنستمتع بزراعة الاسنان دي اهم اهم حاجة انا بعمل فيها زراعة الاسنان الحالات التانية برضو اللي بقولك عليها احنا بنسميها عندنا في طب الاسنان free and saddle يعني انا عندي الاسنان القدامانية وعايز اعمل سنان خلفية فبعمل زرعة هنا وزرعة ورا اعمل عليها الكبري بتاعي او احط الزرعات وعمل عليها الاسنان هي دي اهم حاجة اتعمل عشانها زراعة الاسنان او كان الفكر نفسه الاحتياج هو ده بعد كده فكر ده بقى ان احنا نزرع سنة خلعت نزرع مكانها خدت بالك لان كان عندي البديل بتاعي دكتور وكدي يعني برضو دي وردنا السؤال مهم قوي مين اكتر ناس احتياج او ينفع يتعمل لهم الزرع وبالتالي مين اكتر الناس اللي ما ينفعش او عندهم مانع لهذا الزراعة او هذه الزراعة الاسنان للأسف ان مش كل الناس ينفع لها زراعة اسنان احنا عندنا كريتيريا تقول لي اعمل او ما اعملش المواصفات اللي هي اللي احنا على اساسها بنعمل زراعة الاسنان احنا بنقسمهم لحاجتين حاجات عامة اسباب عامة اللي هي صحة الانسان عموما او المريض المريض لما بيجيلي باخد منه history اللي هي history ده اللي هو التاريخ والمرض صحيح عنده سكر عنده ضغط عنده بياخد علاج لحاجات معينة كبد بياخد علاج قلب بياخد سيولة الحاجات دي كلها احنا بنجمعها وبنقيمها صحيح دي اللي هي الاسباب العامة اللي تمنع او ما تمنعش كل في حاجات اسمها absolute contra indication ده لا مش هقرب له مش هعمل له زراعة اسنان وفي حاجات يعني اقدر اصلحها اسمها relative هقولك الabsolute الناس اللي ما دينفعلهاش بالنسبة للصحة العامة زراعة اسنان الناس اللي يعني كان عندها اي كانسر او اي مشكلة في الفكين او في عضم الفكين وخدت اشعاع راديش احنا بنعتمد في زراعة الاسنان على خلايا اسمها الخلايا المكونة للعضم اسمها الاستيو بلاس الاستيو بلاس دي هي اللي بتيجي على سطح التيتانيوم الخلايا دي تبتدي تعمل لعضم وبتدخل في نطوءات التيتانيوم وبتلحم معاها عشق ومعشوق عشق لو انا ما عنديش الاستيو بلاس دي خلاص موضوع متاح الناس اللي خدوا اشعاع في الفك دولت معندهمش او ستيو بلاس تمام وبالتالي مش هقدر عملهم لان الحالة هتفشل بالكتير اوي هحطها اوه هسبتها هحشرها بعد ست شهور هتوقع الحالات التانية اللي هي الناس اللي بتاخد كورتوزينات ما بقدرش عمل لهم الناس اللي كان يعني عندهم حاجات موجودة في العضم عاملة زي نوع من نوع لها شاشة كبيرة في العضم بوردو ما بقدرش عمل لهم دي الابسوليوت الحاجات الريلتف واحد عنده سكر السكر عموما يمنع ان انا اعمل اي جراحة او افتح اي جرح في الجسم عموما صحيح خدت بالك فانا لي حدود معينة في السكر بزبطها مع المريض يعني الغاية مية وستين فاطر بابتدي اقدر اعمله جراحة زي ما احنا عارفين ان السكر بيعمل دوابان في العضم فانت لو ما زبطش السكر حتى بعد ما حطط لك الزرعاية وسبتها لك وركبتها اللي حصل على السنان اللي انت خلعتها هيحصل على الزرعاية تمام صحيح نسبة الانفكشن برضو بتكون عالية جدا ونسبة الانفكشن عالية في الجراح الناس التانيين اللي عندهم اللي عاملين جراحات قلب وعملين دعامات وبياخدوا دواسيولة صحيح ده بالاتفاق مع الجراح بناتفاق هنوقف جراح القلب طبعا هنوقف في الأدوية دي امتى عشان احنا عانوين نعمل جراحة في الفترة دي بالاتفاق معاه هو اللي بيحدد هو اللي بيحدد لنا المدة اللي هتتوقف وحنا في هذه المدة هنتردخل هنعمل العملية دي اللي هي الحاجات السيستيميك الحاجات العامة السبب التاني بقى اللي أقدر برضو أعمل ولا أعملش أنا عندي عضم ولا ما عنديش طب أنا لو عندي عضم نوع العضم إيه ينفع أعمل فيه ولا ما أعملش العضم عندي بنقسمه في جسم الإنسان لأربع أنواع دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 يعني حسب كمية نشفان أو صلدة العضم زي ما حضرتك تعرف أن العضم عندنا في الجسم نوعين نوع سفنجي ونوع كومباكت الرخامي ده في الفك التحتاني ده جميل جدا الفك الفؤاني ده سفنجي هش شوي سفنجي أضعف يعني يا دكتور كمية البون مارو فيه أكتر الخلايا هي كتيرة وبالتالي بيبقى أقل يعني صوفت شوي ده بيحتاج نوعية زرع وده بيحتاج نوعية زرع مختلف مش أكتر بس هل هو دي وان ولا دي تو ولا دي سري ولا دي فور إحنا في خلال نوعية العظم بنختار له نوعيات زرعات معينة بتقنية مختلفة علشان أعالج الحتة دي فعشان كده بقولك ده ريلادف أقدر أتصرف بطريقة أو بأخرى إن أنا أزرع له تمام ليه حل يعني ليه حلول دي نوعية العظم حجم العظم قد إيه أنا عندي طول وعرض زرعية زرعية ليها قطر معين وليها طول معين طب يا دكتور السؤال بتحدد القطر والطول ده على أساس إيه يعني القطر أنا بحدده على أساس حجم العظم عندي عظم فك سمكه من من جوه الرسان لغاية الخد سبعة ملي أه أشتغله كسيف أه لا مش كسيف هو حجم عريض عريض الحجم أنا محتاج في الزرع إنه يبقى عندي واحد ملي عظم حوالين السنة كلها أقول راود فلازم أسيب ملي الناحية دي وملي الناحية دي يبقى عندي خمسة هزرع في الخمسة أقدر بقى أحط له زرعية قطرها خمسة قطرها أربعة قطرها تلاتة على حسب شكل السنة اللي أنا عايزه وعلى حسب مكانها ودي هل سنة أمامية مش محتاج فيها قوة معينة ولا سنة خلفية هاكل عليها أنا شايف هنا صورة الفك السفلي بنعمله زرعات أظن أيضا العلوي كان فيه زرعات دي دكتور لا هو المريض ده مريض جلنا العيادة وكان عامل تركيبات سبتة تحت وفوق في التركيبات السبتة اللي تحت اتلخلاخت السنان ووقعت فما كانش الحل عندك زي ما قلتلك في الأول إنه هو ما فيش سنان نحمل عليها فاضطرنا نزرع ده زرعات أربع زرعات ثلاثة الناحية دي واحد الناحية التانية اللي فوق بقى دي تركيبات السبتة لو بصنا عليها التركيبات السبتة اللي لسه بدأت تنحسر يبقى فيه فراغات صحيح فراغات ها هي في السنان يعني دي أجلا أم عاجلا هتتغير هيا احنا نشلناها وزرعنا في الفك العلوي بس لسه بركبناش فوق الصورة هي بعد ما ركبنا الفك السفلي طبعا بلون السنان اللي هو عايزها اللون الجميل اللي أبيض الحلو ده طبعا بالتحكم في دراجة اللون والمريض ده هيجي لنا الحقيقة ده مريض سعودي هيجي لنا بعد رمضان عشان يركب السنان اللي فوق بنفس الشكل اللي تحت وان شاء الله في حلقات نوريكم النتيجة بتاعتك نتيجة النهائية ده بالنسبة للحجم خوانع الحقيقية فيه موانع أخرى ايه الموانع الفك نفسه الفيتال استراكشيرز اللي هي الأجزاء الحيوية اللي موجودة عندي في الفك اللي مقدرش أقرب لها عندي في الفك السفلي في قناة ماشية في نص الفك تحت جدور الأسنان الطبعية قناة دي ماشية فيها عصب الفك الشريان الرئيسي الوريد الرئيسي والنفاتك الرئيسي المفروض أنا مقدرش أقاجي نحية فدي بتحدد لي أنا هاخد ارتفاع قد ايه طب لو العظم عندي دايب لغاية تحت القناة دي خلاص قريب جدا من القنوات سايب لي ملي أو اتنين أو خمسة ماشية ما أقدرش هقولك سوري مش هقدر صحيح هل ليها حل هل ليها حل الفك الفؤاني الموانع عندي هنا جيوب الأنفية الجيوب الأنفية دي اللي هي ربنا خلقها للإنسان علشان تخفف وزن الجمجمة عشان ما تبقاش تقي لرأسك ما تقعش فيه هوا جوا وعشان كده قاعة الجمجمة اللي هو المجزلة الفك الفؤاني بتاعنا عشان كده كله هوائي ده كله ليه ده ربنا خلقه لك علشان يخفف لك السكال تمام ففوق عندي اللي هي الخلايا الهوائية اللي بقولك عليها دي هو عندي جيوب الأنفية الكبيرة جيوب الأنفية الكبيرة دي دي فتحة من مناخير اللي هنا لكده ناحية دي جينا فوق الحتة دي لو خلعت سنانك بدري بدري الهواء اللي موجود اللي انت بتنتنفسه اللي بدخل في الجيوب الأنفية بيضعط على العظم بيدوابه فلو انت جاي اللي بعد فترة طويلة بخلع السنان ما بلقاش عظم ما فيش ارتفاع هل ليها حلول بقى دي كله ريلاتف اه ليها حلول طب خلينا نتكلم عن الحلول بس خلينا ناخد فاصل قصير يا دكتور واجدي مع حضرتك الحقيقة طبعا موضوع مشوق جدا وبشكو حيك من اجل القصص البسيطة اللي بتشرح لنا بيها ببساطة ما هو التكوين وايه الحاجات اللي نقدر فعلا نقول فيها نقدر نزرع أسنان وموانع الفاصلة اللي تقول لا هنا ما اقدرش تتدخل عشان المشاكل اللي ممكن تحدث وسنتيجة او مضاعفات ممكن تحدث وسنتيجة ده فاصل قصير نرجع لحضرتكو مرة تانية نكمل كلامنا مع دكتور واجدي عن زراعة الأسنان والحديث في الطب في هذا المجال مشاهدين راجع للكم مرة تانية ومكملين حلقتنا عن زراعة الأسنان والجديد الحياة في الطب عن زراعة الأسنان مشرفنا جدا بالحضور في هذا اللقاء دكتور واجدي عبد المسيح الاستشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان حص على ماجستير جراحة الفم والوجه الفكين وزراعة الأسنان وأيضا على ديبلومت زراعة الأسنان من كلية طب الأسنان بلوس أنجلس أمريكا وزميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا مرحب بحيك مرة تانية دكتور واجدي مشرفنا الحياة مهم جدا فكرة الزراعة وجات منين ولا حيك وضحتها لنا بشكل بسيط وسهل في الجزء الأول وأيضا عن شكل الفم اللي ممكن يكون فيه بعض الموانع اللي بتخليني مش قادر أزرع الأسنان هيكلت لنا على ده زي مما القنوات مثلا تكون قريبة مش بتديلنا مساحة وأيضا عن الحلول اللي نقدر نعملها في هذه الحالات عايز نهاردة أو يعني حبيب ان احنا الجزء التاني من حلقتنا نفتحها أو نبتديها بالحلول اللي نقدر نكسر بها هذه الموانع زي ما قلنا في الأول ان احنا عندنا مشكلة ان انا ما عنديش عظم طب اجيب عظم منين برضو من ضمن التقنيات الحديثة اللي حصلت ان احنا كنا في الأول بنتطر ناخد عظم من الشخص نفسه ودي تبقى جراحة تانية يما باخد من جزء من الفكة أو باخد من عظمة عظمة الفخص صحيح والحمد لله ان الموضوع قدر يتطور ان اكتشفنا أنواع من أنواع العظم الصناعي المصنع هو مش عظم بس هو مواد بتسير العظم اللي موجود انه هو يكون لعظم طبيعي من نفس الشخص ودي حلت لنا المشاكل كلها يعني مثلا بالنسبة للفك العلوي احنا وقفنا عند في الجزء اللي فات عن الجيب الأنفي السينس قدرنا نتوصل احنا الجيب الأنفي ده بفتح بعمله جراحة بسيطة وبفتح الجيب الأنفي وبحط فيه المادة اللي هي بقولك عليها العظم الصناعي دي يا إما بلوكات أو بودرة وبسيبها ست شهور بحسب الحجم اللي أنا بحطه ست شهور لثمان شهور فبتكون لي عظم تاني بعد الثمان شهور أقدر أزرع نفس الفكرة في الفك التحتاني باجي عند القناة العصبية بتاعتي اللي هي ديت وبرضو أسبت بلوكات دي ما تبقاش بودرة بتبقى بلوكات سبتة بسبتها وبفتح وبقفل عليها وبعد كده أزرع مرة تانية أو ممكن بسبت البلوكات دي بالزرعات نفسها وطبعا ما باستناش بركب على طول آه طبعا في نفسه فمن ضمن الحاجات اللي بتسبب لنا مشاكل برضو في تأكل العظم مشاكل مرضية يعني إيه يعني حد سبس اللي أنا مسويسة عملتلي خراريج عملتلي أكياس أعتقد أننا معنا صورة هنا هو هنشوف برضو كيس الحالة دي الحالة دي كانت خدت خبطة أو حدثة وسكتت عالها فاتكون كيس يعني تقريبا كان الجزء الأمامي كله من الفك خدت بالك فكل اللي احنا عملنا إن احنا شلنا السنان لما الأخلاقها دي كلها اللي قدام التلاتة دول وفتحنا لسه شلنا الكيس بعد كده مش هنقدر نعمل حاجة لو شلنا الكيس مفيش حاجة هوا إذا حطينا فيه عظم صناعي من البودرة اللي بقولك منه دوت وبعد كده سبنا لفترة لست شهور سبنا ست شهور بعد كده زرعنا وتشوف النتيجة وهي وده كبري مؤقت ده معمول كبري مؤقت هل من الكلام على الفك العلوي الفك العلوي طبعا فرق خالص ده كبري مؤقت ترتيب ونظام الأسنان ده هو الأسنان المؤقت اللي بحلنا عقبال وابتع تعمل فدي برضو من الأسباب اللي تخلينا ما نعرفش نزرع الحل العظم الصناعي وبنحط شرايح في حاجات كده الناس بتتخض منها إنما هي حاجات سهلة وبسيطة أقول لك ده عضم هيحطي لي عضم لا يا سيدي أنا هي أزازة بتيجي فيها بودرة بحطها في المكان بحط عليها شريحة وبقفل عليها وبستنى بقى ربنا يبارك دينا تبقى حالة وأزبدت نجاح كبير هذه التجربة أو العظام الصناعي بشكل عامي دكتور واجدي حلت لنا بشكل كتير جدا جدا وبقولك في منتهى البساطة والسلاسة والسهولة ده مش أي تفعالات ملاش أي أعثار جانبية إحنا بقى لنا دلوقتي إحنا من سنة 2000 شغالين في السيستم دوت إحنا في مصر يبتدينا موضوع محاولات الزراعة من سنة 95 من 95 ل2000 كانت يدوك منواشات وتجارب مش مصدقين من سنة 2000 2002 الدنيا بقت لأ قصة تانية خالص يعني فيه تطور شديد جدا 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 في الموضوع يعني العالم بيجري حوالينا بسرعة رهيب ده حقيقية يعني من ضمن التقنيات بقى الحديثة اللي قولك ده المريض دوت G4 العطم بتاعه هش هتحطه فين ده هوا رابع مرحلة آخر مرحلة آخر مرحلة لا قوة العزام فيه حل إيه الحل إنه هو المشكلة بقى مش في مادة التيتانيوم الخام اللي انت بتعتمد عليها إنه هي بتلتحم أو لا تتفاعل مع الجسم أو الجسم ما بيرفضهاش لا ده هو عالج السطح يعني إيه عالج السطح غير السطح بتاع المعدن الزرع نفسه بالليزر عمل فيه نتوئات بحيث إنه يسهل على الخلايا العظمية إنه هي تدخل وتعشق فيه حتى لو المسافة بعيدة حط فيه مواد زي العظم الصناعي بطبقة مية كده خفيفة على أساس تحفز العظم إنه هو يلتحم معاه بسرعة دي اللي هي التقنيات والحاجات الحديثة في العظم بالنسبة للسطح بالنسبة للحاجات اللي هي القصيارة يبدأوا يعملوا زرعات قصيارة بمعالجة بسطح دبل بحيث إنه نوعات الزرعية سبعة ملي طول سبعة لا هو معالج السطح عشان يخليها لك ستاشر كأنك حطت واحدة ستاشر وهو ده اللي بيفرق نوعيات الزرع فيه ناس ييجي تقول لك يا دكتور ده غالي يا حبيبي أنت مش هينفع لك إلا الغالي حالتك هي كده العيان اللي بيجيلي السن بيفرق كتير جدا جدا يعني لما بيجيلي شاب عنده واحد وعشرين سنة اتنين وعشرين سنة وسنته تكسرت في حدثة وقعت من شهر غير لما بيجيلي واحد عنده سبعين سنة حتى كمية القدرة على تقوين العضب عنده بتاع الواحد وعشرين سنة غير لعنده سبعين سنة صحيح اللي هو الميتابوليك إفكت والأنابوليك الأنابوليك عنده البناء عنده عالي غير التاني بتاع سبعين سنة الكتابوليك عنده أعلي كسر أكتر ما بيبني ده ما بيحتاجش إن أنا جيب له زراعية غالية هو ده أنا لو جبت له حاجة حاجة أي يعني مصمار هيمسك هتمسك هتشتغل آه آه لأنه هو عنده القدرة طبعا ما فيش حاجة اسمعه حالته الصحية اللي عبدوني حالته الصحية يعني تسهل وتدعم عنده عدم كفاية بحطله طول كفاية مش محتاجة جيب له زراعية فيها أوبشنز عالية صحيح بس صحيح طب خليني أفهم لحقيك إيه أنواع الزراعات أو إيه إحنا زي ما حاكت برضو تطرقت الفكرة الطب الحديث أو ما هو الحديث في زراعات الأسنان عايزة عرف إيه هي أنواع الزراعات بص هو دلوقتي أنواع الزراعات هي اختراع وديزاين ومعالجة سطح هنوضح الكلام ده وقت للناس دي عبارة عن الشركة الشركة دي بتعمل شكل معين المصنع نفسها بشكل معين بدراسة معينة بدراسات كتيرة واختبارات كتيرة وتجرب ده وتشيل ده وتجرب ده ويقعد قد إيه بخامات مختلفة يا دكتور واجدي أيضا هو كله تيتاني ولا كله نفس الخامة كله تيتاني هو نفس الخامة بس شكل تيتاني يم إيه اللي في عندك اللي هي السكروز إحنا بالعربي بيكونوا عليه الألووز ده بيبقى ليه أشكال معينة في واحد بيعمل توس كروز مع بعض في واحد بيعمل واحد من خلال تجاربه الهندسية مش الطبية على كمية تحمله ويمسك قد إيه بيحدد سعره بحدد نوعيته ده الشكل في واحد بيعمله سلندر واحد بيعمله زي الجدر بالزبط بيجرب ده هيمسك إزاي وده هيمسك إزاي ده اللي احنا بنقول عليه بالعربي كده إنه هاو بتاع كل واحد ليه ده غالي وده ليه رخيص سر الخلطة سر الخلطة معالجة السطح ده حاطت عليه مواد ده مش حاطت ده معالجه بالليزر ده معالجه بالرمل الكيمويات اللي مضيفها على الزراعية هي دي اللي بتفرق لكن النتيجة عايز أقول في الشخص الهلثي أو الشخص الصحي أو السن الطبيعي والناس اللي هما زي ما نقول الحالة بتاعتهم ستريت فورد يعني مباشرة لو تحط له بيور تيتانيوم اي حاجة هتبقى لو تحط له بيور تيتانيوم بيمسك 100% يعني بتغيير الديزاينز والأشكال والأنواع دي تنفع أكتر حسب الحالات الحالات اللي هي معقدة اللي هي ما عندناش فيها عضم وعندنا فيها مشاكل أو حالات ممكن اللي هي الريفيجين أو إعادة الزراعة لو حد مثلا زرع مثلا وحصل أي فشل ما فنقدر فشل في العادي عادة لازم بنطور نوع الزراعية بغير نوع الزراعية بالضبط نعمل الأعلى أو الأقوط بالضبط كده طيب خلييني برضو أتكلم حقيقي نهارده على زراعات الحديثة واسمعنا كده عن مسمى جديد هو زراعات الفورية أي زراعات الفورية وهل دي فيه فعلا نفع وأهمية منها الزراعات الفورية هي استبدال سنة طبيعية بزرعاية كاملة كما هي بتركبها في نفس الزيارة آه يعني مراحل كلها تتعمل كلها في زيارة واحدة تصغرها ونقصرها كده في مدة آه علشان نوضح القصة دي بس أهم حاجة إن فيه حاجة احنا نسينا نقولها في الأول خالص اللي هي الوقت اللي هيحدث كمية الوقت طول الوقت اللي يحصل التحام العظم بالزرعاية بالنسبة للفك التحتاني احنا أشارنا في الأول إن ده نوع العظم بتاعه مختلف نوعه رخامي فبيلحم بسرعة بياخد 13 دي فترة أمان دي بتديني نسبة نتيجة على الأقل 96% نجح الفك الفقاني زي ما قلنا إن هو العظم بتاعه هوائي أو إسفنجي فيه فراغات كتير فبياخد 6 شهور من 4 شهور لـ 6 شهور بيعتمد الفترة على حسب نوع الزرعاية والتقنية اللي فيها طبعا كل ما زادت التقنية اللي في الزرعاية تقل المد مدة التحميل والمريد أيضا المدة إحنا بنستنى عشان نحمل نركب ونتمتع بالوظيفة خدت بالك وانا بتمتع بالمنظر الطبيعي وانا عندي وظيفة وعندي منظر صحيح فدي بتقلل للمد عندي في حالات ما يقدرش يقعد يوم واحد من غير سنة وخصوصا إذا كانت سنة أمامية صحيح الزرعات الفورية عادة بنعملها في المنطقة اللي هي اسمها الستاتيك زون الأسنان الأمامية واحد ممسك عنده فيلم موزيع برنامج ديبلوماسي حد يعني وظيفته أو حياته تستلزم إنه هو ما ما يمشيش شيء ساعة من غير السن اتكسر يعني يستنى أشهر غاية لما يتم الزراعة فدي بنعملها بنشيل الجدر وبنحط له زرعاية معينة عشان بس الناس يبقى فاهمة زرعاية معينة بالتقنية معينة مختلفة تماما مختلفة تماما عن القصة اللي كلها وبيتتعمله السنة في نفس الزيارة بس ده بيبقى بروتوكول مترتب قبليها يعني هو جاي واخدين المقاسات وعارفين هنعمل إيه يعني حاجة أسبوع قابليها عادين نرتب للعملية دي وبتشيله وبتحطه وبتركب ومع السلامة مع التحفظ على عدم استخدام هذه السنة في الأكل بصورة طبيعية يعني برضو أفهم الحاجة أكتر إن دي مش سنة مصنعة وعند حاجة في العيادة ده أنت لازم برضو المريض يجيلك وناخد المقاسات ونصنعها حسب الحالة اللي قدامة بري فابريكيتد يعني سابقة التجهيز ممكن نقول مثلا على التركيبات دي إن هي عاملة زي التركيب السابت زي الكراون أو ما شابه لازم ناخده مقاس ولازم نصنعه هو already crown سابق التجهيز جاهز عندي وقت العملية هركبه ووقتي أو ممكن العيان بعد بزرع وبحط الأباط من تجوز الخارجي بيبقى فيه عيادات مجهزة بمعامل خاصة بيها وعادة هي اللي بتقوم بالقصة ديه إن هو بيخد له المقاس وفي نفس الوقت بيجهز له التربوش في خلال ساعة أو ساعتين هو بيخرجش من العيادة إلا هو مركبة ده نوع فيه حاجات سنان عليها طريقة معينة أنا بعملها له أنا كطبيب شخصيا بعملها له هو موجود بعد الزراعة برضو أفهم عن فكرة الليزر في التقنيات الحديثة أو في زراعات الأسنان هل لها تواجد حيث ذكرت فكرة الليزر الليزر في التصنيع تواجده بأساسي وعالي جدا 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 لأنه زابت أشارنا أنا هو بيعالج سطح الزراعي أنا كطبيب بيساعدني في الجراحة بمعنى إن ممكن أفتح بيه الليسة قبل قبل ما بعمل الجراحة بتاعت الزراع اللي هو فيه حاجة اسمها صوفت ليزر ده بدل المشروط دي مرحلة بستخدمه فيها المرحلة التانية بعد ما بزرع يجي لعيان بعد ثلاث شهور أو ست شهور باضطر أكشف عن الزراعية مرة تانية فما بحتاجش إن أنا أفتح بقى بالمشروط وشيل و لا ده ليزر بيدخل بيعملي دايرة كده حوالين رأس الزراعية بتاعتي بيشلي حتة الليسة الزراعية بقت واضحة أصادي من غير جراحة من غير أي حاجة نادر نكتشف بشكل الصوفت ليزر ده عادة إحنا بنستخدمه فعندنا في جراحة الأسنان في الحاجات اللي زي كده لسه زيادة بتتشال حاجات كده إنما في الزراعة بقدر أكشف بيه بسهولة من غير معمل جرحة من غير معمل نقطة دم تانية أو من غير معمل جراحة تانية عايز برضو الحقيقة يعني كلمة أخيرة على فكرة الزراعات وتأمن أو يعني شخص اللي ممكن يكون مش متطمن لفكرة الزراعات بيخاف منها وبيقلق منها مع التقنيات الحديثة اللي حقيقة شرحت لنا النهاردة أنا شايف إن الموضوع أأمن بكثير أو يعني ما فيوش أي خوف فيوش أي صعوبات إن برضو حضراتكم بتاخدوا المقاييس والمعايير الصحيحة إن إحنا نقدر نعمل يعني نقدر نكشف عن الحالة بشكل كبير ونقدر نقول الحالة دي تنفع أم تمنع حدوث أو زراعة السن الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها إن زراعة الأسنان دي عبارة عن مسلس مريض وطبيب والضلع الثالث تقنية حديثة فالمريض لازم تتوفر فيه الشروط اللي إحنا قلناها دي علشان الموضوع يبقى آمن صحيح الطبيب لازم يكون زو خبرة عالية علشان يقدر يحدد إليه مريض اللي محتاجه ولي مش محتاجه استخدام التقنية الحديثة والأدوات اللازمة في القصة دي كلها هي عملية بسيطة جدا جدا أسهل بكثير من خلع درس عقل أسهل بكثير من خلع جدر ودي أنا بقولها بكل أمانة يعني أنت بنقعد في خلع درس عقل المدفون ممكن نقعد تلت ساعة نصف ساعة صحيح الزراعة ما بتاخدش أكتر بعد ما بفتح مش أكتر بالخمان زدائي الزراعية الوحدة مش أكتر بالخمان زدائي فقط فقط عشان كده ممكن زي ما شفنا في الصور نزرع مثلا أربع زرعات أو أكثر في جلسة واحدة احنا الزراعين تمانية في جلسة واحدة ومش طويلة كمان وده فك كامل بشكرك جدا دكتور واجدي الحقيقة شرفتنا وفهمتنا أكتر عن زراعات الأسنان والحديث في طب الأسنان وفهمنا أكتر عشان نقدر نحدد مدى أمان هذه العملية أيضا كم معنا ومع حضراتكم دكتور واجدي عبد المسيح استشاري جراعة الفم وزراعة الأسنان حصل على مجستير جراعة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان وأيضا دبلوم لزراعة الأسنان من كلية طب الأسنان لوس أنجلس بأمريكا وأيضا زميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورني بشكرك مرة تانية لوجودك معنا شرفتاني دكتور واجدي بهذا الاسلوب السهل البسيط يعني طلقنا بالعلم الحديث دي طب الأسنان بسراعة شكرا لي مشاهدينا بنشكركم جدا لحسن متابعتكم لحلقة النهاردة ونشوفكم في حلقة جديدة وموضوع طبي مفيد أيضا مع برنامجكم صحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة